جميع موات سنة أولى طب بشري حسب نظام كلية طب القصر العيني نظرة عامة عن كل مادة وشن الأشياء اللي راح تاخذونها بالضبط ما هي الكتب، المصادر والملازم اللي راح ينتمد عليها كل هذا وأكثر بهذا المقطع السلام عليكم معكم محمد ضياء طالب طب في كلية طب القصر العيني سنة ثالثة وإن شاء الله بهذا المقطع راح نجاوب على جميع هذه الأسئلة قبل لا نبدأ أولاً إذا كنت حاب أنك تدرس طب في مصر وعندك هواية أسئلة عن تكاليف الدراسة أو تكاليف السكن الإيجار المعيشة وغيرها هذا كله تقدر تشوفه بالمقطع اللي حاط لكم إياه هنا على القناة ثانياً إذا قررت أنك تقدم على أي كلية في مصر مهما كانت تخصص وهذا المقطع راح تشوف شرح كيفية التقديم على كليات في مصر وأخيراً إذا تريد تعرف ما هو نظام كلية الطب من الألف إلى الياء فهذا المقطع إليك وهس نرجع للموضوع أول شيء لازم تعرف أنه أول شيء لازم تعرف أنه المواد بسنة أولى حسب النظام الجديد هي 6 مواد أول أربع مواد راح تاخذونهن راح تاخذون بالبداية المقدمة ومن ثم راح تدخلون بالتفاصيل بباقي المديولات حسب كل سيستم يعني مثلاً مواد التشريح راح تاخذون ببداية مقدمة عن التشريح بعدين حسب الأنظمة النظام العضل الهيكلي الجهاز القلبي الرئوي وغيرها من المديولات فهمتوا؟ إذن أول أربع مواد هي أولاً الأناتومي وبعدين عندك البيو كيميسري الفيسيولوجي وأخيراً الهيستولوجي وأعدكم مواد ثانياً تاخذونهم بالنهاية اللي هنه الباثولوجي والفارماكولوجي وهذين راح يكونن مقدمات فقط طبعاً إذا شهدت المقطع اللي هو تبع شرح النظام راح تعرف أنه نظامكم نظام الماجولز أو المديولات وأنه كل مديول بعدة مواد 101 بمادتين و 102 أيضاً بمادتين و 103 بأربع مواد و 104 بثلاث مواد وأخيراً 108 أيضاً راح يكون مادتين مارد أعيد تفصيل شرح النظام لأن أنا شرحته بمقطع خاص بي فأرجع وشوف المقطع وفي هذا المقطع راح نتكلم فقط عن مواضيع المواد الطبية أولاً نبدأ بالأناتومي أو علم التشريح لما تأخذون علم التشريح المديول 101 راح تأخذون الآتي راح تأخذون ثلاث كتب الكتاب الأول راح يكون مقدمة واللي هو كتاب البيسس والكتاب الثاني كتاب الامبريولوجي هو التكوين الجنيني أما الكتاب الأخير فهو كتاب الأضخم بيهم هو كتاب الأبرلمب أو الطرف العلوي وأنا بهذا المقطع عريد أشرح لكم المواد بالتفصيل الممل حتى تكونوا على علم باللي راح تأخذونه بسنة أولى طب فراح تأخذون بي مقدمة عن تشريح جسم الإنسان الآن ندخل بالموضوع خليونا نحول للمحتوي العلمي ونشرح موضوع موضوع نبدأ على بركة الله هذا الملف هو ملف study guide for the first year يعني دليل الطالب بالنسبة للسنة الأولى وبيع المحتوي العلمي كل المواد اللي نحتاجهن واللي راح نأخذهم فهنا نأتكم خريطة البرنامج هذا الموضوع وانا شرحته مثل ما قلت لكم بمقطع شرح النظام الطب شرحت لكم كل هذه المديولات وشنو معناها شنو معناها هاي الكريدد شنو معناها الأسابيع كل موجود بالمقطع أرجع وشوفوه ما راح نعيده بهذا المقطع نبدأ بالمديولات مثل ما راح نلاحظون هنا ورا ما راح نأخذ الدرجات راح نأخذ هنا المحتوى الخاص بالمديولات المحتوى العلمي راح نبلش به المديول مديول هذا مديول 101 مثل ما راح نلاحظون راح نطيع المواد مالت 101 يقول لك يا بأ انت من المية واحد عندك موادتين عندك anatomy جيد اللي هو علم التشريح هذا وعندك histology histology هنالنا مثل ما راح نأخذ histology علم الأنسجة فراح يقول لك شنو المواضيع راح تاخذهم بالضبط موضوع موضوع ونحن راح نمر عليهم كلهن ونترجم هن ونفهم شنو هن على مد انت قبل لا تدخل كلية الطب عندك نظرة عامة عن راح تاخذها بالسنة كلها هاي واحد استفادة رقم الثاني راح تاخذ هواي مستلحات من هاي الحلقة هاي تكون حلقة مكملة لكورس المستلحات الطبية هذا هو الكوش مثل ما راح تلاحظ امامك اذا ما حضرت احضرت احضرت جدا مهم قبل لا تدخل كلية الطب زيان انكمل ورما تخلصون هان المديول هتاخذون المديول اللي وراه مديول مية وثنين طبعا طفرت اماني مديول مية وثلاثة والمواد اللي بي ومديول مية واربعة احنا نحاول بهاي الحلقة انلمهم كلهم اعرف الحلقة راح تصير طويلة لكن بعد ما سنسويها يشرح مال للسنة كاملة فاحاول اختصر لكم بعض الاشياء المهم احتمال ما امر عليها او امر عليها مرور الكرام نبدأ باول شيء مثل ما قلت لكم قبل شوية ان الاناتومي اللي هو اول مادة جيد المتشريح هذا بي اكثر من كتاب مو كتاب واحد اول ما تبلش راح تطورك هذا الكتاب هذا الكتاب اسمه Basis of the human anatomy Basis يعني قواعد واساسيات الhuman anatomy تشريح علم الانسان جيد نتقنون بي خمس مواضيع مثل مواضع عمامكم وتخلصونا على هذا المقدمة ونما تكملون المقدمة راح تخذون general embryology وجنرال عام embryology التكوين الجنيني اذا التكوين الجنيني العام بعدين نتقنون anatomy of the upper limb هذا راح يكون اكبر شيء واكثر شيء على الدرجات والمهم يعني تشريح هذا التشريح متخصص يعني قبل شوية ذني اشياء عامة هنا راح نتخصص بجزء معين من اجزاء الجسم شنو هذا الجزء هذا الجزء هو ال upper limb او الطرف العلوي لما نجل هاي الصورة هاي الصورة انخطع الغلاف مع الملخص مارتي مثل ما تتلاحظون هذا هو الطرف العلوي هاي العضلات من الايد والجلد والعضلات والعظام والاوردة والشرائين كلهن يسمونه ال upper limb جيد فبنان عندك بس العظام شوفوا إذن العظام راح تاخذونهم بالعمل وتشرحونهم بالتفصيل بعدين بالنظرين تاخذون هذن العضلات والاوردة وكل شيء فهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجزء الثالث اللي هو ال upper limb طبعا إذا نشوف العدد ما لاتهم التوبيكس والمواضيع فهنا من ال واحد عندك وحتى ال 44 جيد يعني 44 موضوع مرات يحثفو لكم موضوع موضوعين براتين يحثفو لكم كم موضوع لكن على الأغلب انت لازم تحفظهم كله جيد فنبدأ بأول شيء اللي هو ال basis of the human anatomy راح تبدأ راح تاخذ ال anatomical terms يعني المصطلحات الطبية الخاصة بعلم التشريح وراح تاخذ ال anatomical position اللي هو هذا مثل ما جاء تلاحظون ال anatomical position يعني شلون نقدر الوقفة التشريحية هاي يسمونها الوقفة التشريحية شون قسمنا الجسم الى planes يعني هذا الخط يسمونه plane جيد على موت نقدر نشرحه ونعرف الأجزاء اللي بي لديك sagittal plane والfrontal أو coronal plane والtransverse كل ذني راح تاخذنهم بالتفصيل بأول موضوع ولكم اللي هو ال anatomical terms ثاني موضوع راح تاخذون الفاشية الفاشية هي عبارة عن تجمع لنسيج الضام يغطي يكون تحت الجلد يعني الجلد مباشرة جيد تحت الجلد مباشرة راح تكون اكو هذا التجمع لنسيج الضام الدهني ويكون اكو بي فاشية هاي يسمونها الفاشية هذا هو التجمع يسمونها الفاشية ممكن تكون تحت الجلد مباشرة نسميها سطحية أو نسميها superficial fascia ممكن تكون لها متعمقة نسميها deep fascia أو الفاشية العميقة ما لها اسم معين بالعربي جيد تجمع لنسيج الضام الدهني فنكمل راح تاخذون البونز وراح تاخذون المسلز واحد يسأل سؤال يقول لي يعني شنو البوني يعني مثلا اخذ اسم العظم بالبداية انت فقط راح تاخذ اسماء العظام وتكوين العظام من شنو يتكون وأشياء اساسية عنها بس بعدين لما ننزل لل upper limb جيد راح تاخذ كل عظم مثلا عندك ستشوفهاي هنا العظام هذا العظم اللي هو عظم السكابيلا راح تاخذ بالتفصيل كل خط من هذا العظم خط جيد كل بوردر بوردر كل نقطة كل مثلا فتحة لان كل راح تاخذ بالتفصيل اسماء جيد وشنو اللي يدخل بيهن وشنو العظلة اللي تمسك بيهن وكل دنيا التفاصيل ستشوفها هاي عظلة ماسكابي راح تعرف هو وين ماسكاب الضبط نكمل ف هذا الموضوع نكمل الموضوع اللي وراء موضوع الجوينتس الجوينتس هي المفاصل وبهذا الملخصان راح تاخذ المفاصل الخاصة بالنظرة عامة فقط انواع المفاصل ترى مثلا هذا السكيلتل هنا المفاصل لديك مثلا جوينتس لديك جوينتس لديك جوينتس كل راح تاخذون الفرق بين اتحين بشكل مختصر فقط مقدمة ولكن بالتفصيل مو هسا بالتفصيل تاخذونها بالأبرلم تاخذون كل واحدة بالتفصيل المو من المالتة مثل عندكم هنا جوينتس جيد هاي ستاخذونها بالتفصيل شنو الرابط الذني شنو العظام شنو شنو نوعيتها شنو كل راح تاخذونه هنا الكارديو فاسكولر سيستم اللي هو الجهاز طبعا احنا ما اخذين ترمينولوجيا نعرف انه كارديو معناها قلب وفاسكولر معناها أوعية دموية وسيستم نظام إذا النظام القلب والأوعية الدموية اذا راح تاخذون فقط مقدمة عامة لانه الشرح الكامل التفصيلة راح يكون وين راح يكون بمديول مية واربعة راح تاخذون هذا بالتفصيل الممل يعني القلب والأوعية راح تاخذون زيان بالنسبة للتكوين الجنيني انا راح تمر علي بسرعة أول شيء مثل ما جاء تلاحظون فتحة والعملية هذه عملية تكوين لن اتفس teenagers المارد يكون المادل الأساس المادل الأساس خلايا من أقيام الخلايا الجرثومية الخلايا الجرثومية تختلف من الذكر والأنثى يعني بالنسبة للأنثى تعرفون أخناه يعني بالثانوية العامة أنه تكون أكوعتها بويضة جيد البويضة هي تكون الخليل الجرثومية الخاصة بها لكن بالنسبة للذكر يكون عندي سبيرم ما أعرف هذا هو واضح سبيرم يكون عندي سبيرم أو نطفة فعملية تكوين السبيرم رح تأخذونها وعملية تكوين البيضة أيضا رح تأخذونها بعدين عرفنا جينيسيس معناها شنو بالمصطلحات الطبية جينيسيس معناها تكوين جنين لأنّك تعرفنه باعتذار أنك تحاضر الحلقة مع المصطلحات الطبية فتعرف بعض المصطلحات الموجودة هنا فعملية تكوين هنا أول شيء بعدين وراء عملية التكوينż سوف تأخذون الـ يعني عملية الإخصاب جيد عندما تلتقي هذا بهذه في الفالوبينتوب أو قناة فالوب سوف تكون عملية الإخصاب وستكون لديك البيضة المخصبة أو الزيكوت فتكمل بعدين وضعها بطانات الرحم وشلون راح تصير التغيرات عليها. بعدين شلون راح تتكون فترة الحمل شلون راح تكون الام الاخره. بعدين راح تاخدون او التوائم. راح تاخدون انواعهم. وراح تاخدون. هذا منظور مهم اللي هو العيوب الخلقية. يعني مرات يكون اكو شخص ان ولد وعنده تشوه خلقي او عيب خلقي. فراح تاخدونهم بالتفصيل. زيان. دخلنا بالمفيد. طبعا راح يكون ان شاء الله راح تسوي كل شي سهل عليكم بالمحاضرات اللي راح ناقذها. وراح اشرح لكم منها على اليوتيوب. كل طلات تقدر تشوفها بشكل سهل ومبسط جدا. فبالنسبة للبكترال ريجن. البيكترال ريجن اول موضوع عدنا اللي هو منطقة الصدر. ريجن منطقة. والبكترال المنطقة الصدرية. فهذه المنطقة هي بها عضلتين. راح ناقذها بالكامل. مو بس العضلتين وانما كل الاشياء اللي بيها. اذن عضلتين الاساسيات. وبعدين ناقذ 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 بعض العضلات الصغار. جيد. هي عضلة صغيرة وهاي عضلة شبيرة. اسم تذوقتنا. شنو عضلة صغيرة شنو عضلة شبيرة ترى اني ثانوية بعدني ما دخلت. عتذر 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 عتذر. دعونا نشوف الصور على موضوع تكون كل شيء تكون مواضح. نشوف الصور بالملخص بالملخص مالتنا. وين الصور. وين راح ناقذها. هاي عضلات. طبعا هاي تجميئة. ناقذ تجميئة كل العضلات بصورة واحدة. المهم هاي المنطقة مثلما جديتلاحظوestar تسمونها المنطقة الصدر. هايا ما أحض牡يát. هاي المنطقة هي منطقة الصدر. جيد. هذا هو الصدر مثلما جديتلاحظون. من هذا الصدر بالميل هاي بالفيميل لو اذا تلاحظون انا هاي العضلت الشبيرة يسمونها بكتراليس بميجور جوا هاكو عضلة صغيرة اسمها باكتراليس المايدان. انتم ستاخذون العضلات بالتفصيل. كل عضلات تعرف عنها منين تبدأ وين تنتهي وشنو العصب اللي يغذيها وشنو الشريان وشنو الشريان والوريد اللي يغذيها. هذه المعلومات لها متعرفة عنك كل عضلات. وهكذا باقي العضلات. تشوفها مثلا هذا ملخص. انا بجميع لكم هذه الأشياء. الارجن يعني شنو? يعني البداية مالتها. والانسور النهاية مالتها. النرف العصب اللي يغذيها. الاكشن. الاكشن معناها الحركة. شنو الحركة اللي تسويها هذه العضلة. بعض الملاحظات مرة تاخذونها. لكن هذا بالمجمل. انا جزي لكم. فانتعرف ذنى عضلات. السابق لا يبيت السابق ليفيا. هاي عندك شف السابق ، البكتراليس ميجور هاي كبيرة. هاي كبيرة ، الريح كبيرة ، الأساسية ، كبيرة ، لخمة. الغمة. بكتراليس ماينر قطعها فطرات الصغيرة جواها هذه العضلة جواها ما يسمونها بكتراليس ماينر أنا لا أشرح لك مادة سأشرح لك على ما تكون على اطلاع ب هاي المواضيع يعني كلهم راح تاخذهم بالتفصيل فتخيل الفرق بين الطالب اللي ما يعرف شونه جاي ياخذ والطالب اللي يعرف من الألف يعني من أول حلقة راح ياخذها أو أول محاضرة لحد أخر محاضرة شون أشياء راح ياخذين أحاول أجمعهم كلهم بهذا المقطع إن شاء الله نكمل متما جاي تلاحظون عندكم الكلافي بكترال فيشي عرفنا الفيشي شونه معناها فالفيشي اللي تغطي هاي المنطقة يعني النسيج الضام اللي يغطيها راح يسمونه كلافي بكترال فيشي والعظم هذين يكون راح تاخذين طبعا زيان بعدين عندك مصل أوف ديسكابيلا ريجن ولو رجعنا على الصورة قبل شوية شفتكم اياها بالغلاف هاي الصورة قلت لكم انه هاي متما جاي تلاحظون العظمة يسمونها عظمة ديسكابيلا ليش موعدين مساحة ما كنتش صغيرة زيان هاي العظمة مثلما جاي تلاحظون يسمونها عظمة كتف فاكو عليها عظلة تلزك هاي العظلة هاي العظلة مثلما جاي تلاحظون واكوها عظلات به المنطقة فهذه المنطقة سموها منطقة الكتف جيد فالعظلات اللي تلزك بيها راح يسمونها اسكابيولر مصول ويشرح لكم اياه بالتفصيل نفس ما اشرحت لكم قبل شوية مقا عندك اسكابيولر سبيسيز جيد Mulpsles of the Back Space it meansifique فوفأتكلم عن delas Muscles of the back So keep sharp عن الصداق جزء الأول It means a whole and then you will take another Salt, aren't they like the된 muscles of the back top isuka meaning Trabezius Muscle underky like Rateismus door-s Service وباقي العضلات ستقومون بالظهر بعدين لديك موضوع اسم الموضوع الأجزلة الأجزلة معناها منطقة الأبط جيد لا تخبرونوا أن بعض التفاصيل إذا رأيتكم صورة الأجزلة بها الترخيص ما أعطي هاي الصورة مثلما تلاحظون منطقة الأجزلة هي بالحقيقة وين صايرة مكانها يعني هي هاي المنطقة شوف هاي المنطقة يسمونها أجزلة جيد يعني هي عبارة على المثلث يكون موجود هنا بهذا الشكل فهذا المثلث أنا خطة وكبرت هنا فرح تأخذون به كل التفاصيل شون أشياء لكم من خلاله لأورد الشرايين الآخرين بعدين عندك موضوع اسمه بريكيال بلاكسس جيد اللي هي شبكة الأعصاب الخاصة بالذراع بريكيال هي بلاكسس ما لها شبكة أعصاب جيد أو شبكة بينما هذا شون ملخص المسح زين معنا ما بريكيال أي شيء يخص الذراع يسمونه بريكيال جيد فهذه العصاب مثل ما تلاحظون هنا رح تأخذونهم بالتفصيل من هم المنشأة من الانتين و슬حول느 وانتة كون الترتيبات سأخذ معنا تشج pick axillary artery excuse سأخذ breast اللي هو الصدر الصدر رح تأخذه بالتفصيل يعني breast يعني مو صدر الصدر يكون chest لكن breast معناها الصدر بالنسبة للمرة جيد يعني الغدة الث다 posso نكمل ثم نعود لكم المسلس عضلات الإيد نرى بعض الصور هذه العضلات بالإيد نرى مثلا هذه العضلة هذه العضلة هذه العضلة البيسيبس كلكم تعرفونها وعضلات التريسيبس لأن العضلات كل هين سوف تأخذونها بالتفصيل نرى البيسيبس ثم نرى أنه مواضيع لا يمكن اعطيكم فكرة على نفسها تعرف الشرح ولكن المواضيع ستمر عليهم لديك الحرات 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 يتكون في هذه المنطقة بالضبط يتكون يسمى ثم ينفصل ثم نكمل لديك الفصيل تصل إلى العضلات الموجودة في هذه المنطقة هذا اعتقد انه هنا 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 وين راحت وين راحت اي شوفوا هذه العضلات لان العضلات راح تاخذونها فور ارمي يسمون الساعد جيد هذا هو اثنان هال منطقي يسمون الساعد فاتاخذون العضلات اللي موجودة بي عضلات كومه كومه فا تكملوا بعدين ستاخذون الديم مصوز او شي طبقة سطحية بعدين طبقة سفلية راح تاخذون الفلكسر التناكيلم مارد اتعمق شوية اكثر هنا اكمل لك اكمل لك انا ستاخذونها ستاخذون المصوز او ده هاند جيد المصوز او ده هاند يعني اللي تكون باليد او بالكف مثل ما جاءت لاحظون اننا بها المنطقة هاي العضلات ستاخذون ايضا بالتفصيل بعدين ستاخذون النيرفات شوفونا نيرف معناها عصب نيرف نيرف وعادة شو نوعنا نيرف همير النيرف اخواني هي عبارة عن اعصاب فاذا شوفونا بها المقطع اللون الاصفر بها الصورة اللون الاصفر يمثل لك النيرف فذني كلهم عبارة عن نيرفات اللي باللون الاصفر كل واحد الي اسم راديال ميدين النار كلهم راح تاخذونه بالتفصيل تاخذون الاصابة مالتلو صار عندك اصابة شونه هي الشيء اللي راح يصير مثلا انا مسوي بملاخص هنا شوفوه ذني الديفورمتي او العيب اللي راح يصير لو كان عندك اصابة بهذا النيرف شوفوه هنا راح تقوم ايدك دائما بها الشكل هاي سمونها الايب هات زيان فيعني نفس القرض فانكمل بعدين وين وصلنا وين وصلنا وين وصلنا وين وصلنا كنا ذني النيرفات اللي كل هين راح تاخذون الارتريز مفاصل انواحه وين يعني انواحه مفاصل ستاخذونهن مثل ما شوفتكم قبل شوية بالمخص ذني مفاصل 1 2 3 4 ستاخذونثين لانواحه مفاصل مفاصل الكتف مفاصل الالبو مفاصل الراديو اولنر جونت ذني راح تاخذونهن بالكامل المعصام وين الالبو الالبو وين راح ممكن ماهن المهم نحن نحن نتعلم لألوبو اللي هو مال تلكوع نكمل ثم نخلصنا مديول 101 فنجاى قريمي 17 دقيقة شرح المديول 101 هذا هو الأناتومي المال ثم نبعد ننشغل كل المواطن نكمل المديول اللي بعده هو مديول 102 ما بباع الآن نصلنا إلى مديول سوف نرى الموضوع الانوتومي مالتي لديك 29 موضوع جيد أريد أن أذهب بسرعة أول موضوع عندك هو الفيشي و أعرفنا ما مع الفيشي سوف تأخذون كل الفيشي الموجودة لديك فرنت of the thigh muscles The thigh اللي هو الفخذ جيد من قدام و من قدام من قدام و من قدام و من قدام لأنهم يسمونها المنطقة الثاي سوف تأخذون العضلات الموجودة بهم ثم سوف تأخذون Medial aspect of the thigh Medial aspect جيد إذا سوف تأخذ العضلات مالتي ثم سوف تأخذ الجانب ثم سوف تأخذ femoral triangle والشيث والكنال هذه عبارة عن سورة واضحة شوفوا femoral triangle والشيث والكنال أنه هنا جيد مثل المثلث سوف أقوم بك فهذا المثلث يسمونه femoral triangle جيد فأكو بي أيضا شيث وأكو بي كنال فهذه كل هالمواضيع سوف تأخذونهن ماذا يكون هذا المثلث يعني إذا هي العضلات التي كونتها وشن الأشياء التي مرت من خلالها بها المحفوم البسيط بعد أن تأخذون femoral visils كل شيء بهذه المنطقة سوف تسمونها femoral جيد فهذه المنطقة سوف تسمونها منطقة femoral لأن العظمة الموجودة جوة هؤين العظام هذه العظمة يسمونها femar عظمة الفخذ فكل شيء يكون بهذه المنطقة سوف تسمونها femoral femoral visils يعني إعادة دموية خاصة في منطقة الفيمر أول فقط نكمل سوف تأخذون Lumbered Lexus وهي عبارة عن شبكة من العصاب حالها حال الشبكة التي كنت أخذتها قبل قليل لكن موجودة بهذه المنطقة هذه المنطقة كانت موجودة فوق بالرقبة يعني قريب على الرقبة ثم سوف تأخذون femoral nerve هذا عصب أيضا بمنطقة الفيمر إذا كنت تسمونه هذا الاسم عصب يعني حاله حال العصاب يمتد بهذه المنطقة ثم سوف تأخذون الدكتور كانال والObturator Nerve هذا أيضا عصب ثاني الدكتور كانال يعني قناة موجودة بهذه المنطقة أيضا تقريب أن نحن 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 في هذه المنطقة الدكتور كانال سوف تأخذون gluteal region بالنسبة للمسل ما معناها معناها منطقة البوتوكس المؤخرة هذه المنطقة مثلما تلاحظون سوف تأخذونها gluteal region سوف تأخذون العضلات التي تكونون منها وتأخذون النرب العصاب وتأخذون الأوعية الدموية السكرال بليكسس هي عبارة عن شبكة العصاب تكون أيضا تكون من نربات هنا في هذه المنطقة ثم تأخذون ثم تأخذون back of the thigh من اسم المسل يعني في هذا الشكل هذا ال back ما عمناها من أمام يعني مثل هذه السطورة من الأمام هذا واحد يجبون ثم تأخذون المدية مثل ما أكبركم من هذه المنطقة وهو صفح ثم تأخذون آخر ما هي الأضاء الموجودة هنا لديك البايسيبس أقول لي ليس كيف يقومون بايسيبس فوق لكن هناك فرق بين البايسيبس لديك 2 بايسيبس بالجسم البايسيبس الفوق يسمونها بايسيبس براكياي لماذا؟ لأن كلمة براكياي مثل ما قلت لكم قبل تبثل الذراع أو الارم لكن هنا يسمونها بايسيبس فيموريس وانتو بعد اخوه عرفت الفيموريس فيموريس بمعناه منطقة الفيمر اللي هي من العظم هذا فنكمل عندك البابليلية النورة صور تلك المنطقة البابليلية الفوصص التي ثم ب germ two BAR هور على المنطقة ن gor подар وبار giờ ثم يسمونه تب ال Jian تيبيل أيضا هو عبارة عن عصب عصب هنا يكون في هذه المنطقة ينقسم posterior and anterior تيبيل يعني posterior معنى خلفي خلقة المصطلح هذا تعرف و أمامي anterior ثم تأخذون العضلات التي تكون سطحية ثم تأخذ العضلات التي تكون عميقة باللغة باللغة عن المصطلح ثم تأخذ العضلات اخذ ستأخذ العضلات والعضلات وسأخذ الان مثل ما نوضح عامكم The posterior TPL Nerves والثالس والعصب تعني تيبيل وهذا السؤال الذي تعني تيبيل الثاني الموجود هنا وهو هذه العظمة تسميها تيبيل فكنه لا يسمى تيبيل هذا النرف او العصر جيد هذه العضرة اسمها تيبيا جيد نكمل بعدين ما لديك لديك بلانتر نرف طبعا نفوت اللي هي القدم هذه القدم هذه القدم شوفها مارف الاشلا بسكعة بلوشن سوي الرجلة بهذا الشكل فالقدم اللي تأخذ بها ايضا العضلات الموجودة العصاب والشرائين والنرفات بالاضافة الى العظام اللي هي اهم شيء العظام سوف تكون العظام بالعالم اللي لازم تأخذونها بالنظري على مو تفهمون الموضوع نكمل بعدين ما لدينا الانز يعني الأوردة موجودة هناك هوا اوردة شوفها باللون الازرق هذا هو الوريد او اللون بنفسجي هذا الوريد سوف تأخذونها الهب جوينت والني جوينت وصلنا لمرحلة الجوينت هذه الني ثلاثة جوينت اللي هنا مفاصل الهب والني الهب اللي هي هاي الجوينت شوفو شوفكم الهب جوينت شوفكم الهب جوينت ونضع كما تلاحظون هذه يسمونها يسمونها وعندك الني جوينت او الركبة وبعض الشيء عندك عندك الانكل جوينت اللي تكون هنا في المنطقة فذن يسمونهن الجوينت المفاصل عندك تيبيو فبيلر جوينت تمام اللي تكون بين تيبيو وبين فبيلر جوينت طبعا سوف يقولوا ما هو فبيلر جوينت تيبيو هاي هاي العظمة اكو عظمة صغيرونة شوفو هاي العظمة صغيرونة هاي يسمونها فبيلر فالربط بين هاي الذين يسمونها تيبيو فبيولر جوينت مفصل وبعدين سوف تأخذ الارشز امبريولجي يعني تكوين جنيني سوف تأخذ المالته وها هي هذه المواضيع اللي لديك مياهن هنا الكوتيني والسبلاي يعني العصاب اللي تدعم الجلد سوف تأخذ المالته الحس فهذا هو بالنسبة للمياه وثلاثة اللي هو اللورلمب نروح على الاخر مديول اللي هو مياه واربعة ونشوف شنو الاناتومي مالته هذا هو المياه واربعة شوفو هاي حاصل لكم ببساطة عندك كم موضوع عندك واحد عشر موضوع اول شي لح تأخذ الاناتومي of the heart تشريح القلب فاعدتكم هنم سوف تأخذون هذا هو القلب سوف تأخذون تشريح مالته يعني عندكم الاتريم جيد وعدكم الهنترقل هذا الهنترقل هذا الهنترقل واربعة فاعدتكم تشريح مالته بالتفصيل ثم تأخذون بلوت سابلاي يعني كما تأخذون العصاب مثل العصاب كما تأخذون لهم لهم وستأخذون وستأخذون ثم تأخذون تأخذون تكوين جنيني مالته القلب يعني مالته كما تبدأ الناسل اللي هي مالة الأنف فتحة الأنف وعندكم البراناسل سينيسس اللارنكس الحنجرة ثم تأخذون الاناتومي of the sternum and ribs يعني هذا بالعمل سوف تكون كل الأظام بالعمل السترنم هي هذه العظمة الواضحة أمامكم هذه العظمة هذه العظمة تكمل 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 هذه العظمة السترنم جيد سوف تأخذون الاناتومالتها والربس اللي هي الأظل أيضا كلنا سوف تأخذونهم بالتفصيل لاناتومالتها بعد ذلك كنت أخذتك كنت أخذتك الثراثيك و الانتر طبعا هذه ليس لديها هذه الصورة لكن هي اللي وراء أكون اللي وراء شوفها شوفوا هذا اللي هذا اللي يسمى فقرات جيد فقرات هاي فقرات هاي فقرات هاي فقرات هاي فقرات فالفقرات اللي بمنطقة الصدر يسمونها الثراثيك الفقرات الصدرية لا أخذينها قبل و الربط بينات يسمونها انتر ما بين والفقرات و دسك هو دسك فاليربط ما بين الدسك ما بين الفقرات يعني كنت موجودة سوف تأخذ هنا Anatomy of the joints and joints of the thoracic cage يعني القفاص الصدري سوف تأخذ الجوينت المفاصل من القفاص الصدري سوف تأخذ انتركوستال muscles ما هو انتركوستال muscles هي عضلات تكون ما بين الأضلاع سوف تكون هناك اسم ثاني غير الرب سوف تكون قبل قليل الرب معناها الضلع سوف تأخذ اسم ثاني اسم ثاني اسمه كوستال فالعضلات اللي موجودة بين هاي الأضلع يسمونها انتركوستال مازلس سوف تأخذوهم анناطomyof the antrcostal nerve ايضا نيرز يمرن بها المنطقة يسمونها انتركوستال nerves يعني عصاب أو ثموية الميدياستينام اللي هي هاي المنطقة خلف هاي استيرنم يكون هوا منطقة يسمونها الميدياستينام يكون بها القلبة التراكية والبرونكاي القصب الهوائيه والشعب الهوائيه ستأخذونهن اللنج هنا هذا خلص كتاب جيد كتاب الثاني ستأخذون به اللنج هذا الجهاز يسمونه كارديو فسكولر هنا نسبة رسبيراتوري لا تكون مدينة اسمه كارديو بالموناري أين نترككم اسمه كارديو بالموناري سيستم اسمه كارديو بالموناري سيستم فهو منقسم الى كارديو قلب وبالموناري يعني شنو يعني الرئة فبالتالي كارديو بالموناري سيستم ستأخذون به الجزء الثاني اللي هو جزء الرئة فجزء الرئة ستأخذون الرئة نفسها ستأخذون البورا الغشاء المحيط بها بعدين أنوتر ميمالت الديافرام هجاب الحاجز ستأخذون ثوريكس يعني شنو هنا ثوريكس بناها صدر جيد فالثوريكس هي عبارة عن الأوعية الدموية تكون بالصدر ستأخذون الحركات التنفس و ستأخذون التكوين الجنيني و ستأخذون التفاصيل نفس القلب شوية ستأخذون تأخذون تأخذون تكوين جنيني هذه كانت تأخذون تكوين جنيني مادتهم هذه كانت بالنسبة لثلاث مديولات الي عدتكم بها الاناتومي مية واحد و مية و ثلاثة و مية و أربعة يعني كل مديولات معادة مية و ثلاثة و مية و أربعة لكن باقي المواد فقط راح نطيكم أسماء فتابعوا يانا باقي المواد هذه كانت كل مواضيع مادت الأناتومي عرفتوها و فهمتوها أما بالنسبة للعمل فرات تأخذون العظام كاملة في نسبة للطرف العلوي يعني مثلنا الساعي الإيد بها عدة عظام رات تأخذون العظم الأول بعد تأخذون الرأيليس و الألنر وتأخذون باقي العظام هذا بالنسبة للمديول مية و واحد أما بالنسبة للمية و ثلاثة فرات تأخذون عظام اللاور الامضو يعني رات تأخذون بعظم الفخذ اللي هو عظم الفيمر وتكملون أما بالنسبة للمية و أربعة فرات تأخذون القلب والرأة و الشراهين أما بالنسبة للمادة الثانية فهي مادة الهيستولوجي أو علم الأنسجة و رات تأخذونها بثلاث مليولات خلونا نشوف المحتوي العلمي نجهي للمادة الثانية اللي هي مادة الهيستولوجي أو علم الأنسجة طبعا هاي المادة جيد علم الأنسجة المواضيع ماتك الآتي سوف نقوم بـ 101 تقريباً هو أضخم 1 سايتولوجي نقوم بـ التفصيل الثانوية العراقيين بالنسبة للصف السادس الأداد هذا الفصل الأول بالتفصيل نقوم بـ ثم نقوم بـ النسيج الضام وهذا نقوم بـ التفصيل الثانوية والفصل الثاني الإبثيليوم أيضاً من ضمن الفصل الثاني النسيج الرابط أو الطلائي و أعطيكم النسيج قضي البلوت الدم أيضاً ما أخذينه فنفس الأشياء اللي خدتوها بالثانوية العام سوف نقوم بـ لكن بـ لكن بـ فأريد أن أمر لكم المصطلحات المصطلحات لديك تركيب إلا تركيب العام إلما للسل يعني سوف تركيب العام المصطلحات 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 عندك هنان بالبعال ما عندك بالله خلجي أباريتس هذي خلجي أباريتس شوفو هذي خلجي أباريتس بعد شنو عندك عندك الاندو بلاسمي كروتناكيلم اللي هي هاي مثل ما جاءت لأخذو انت تقسم بسمي رف و السمود الرف اللي هي الخشنة والسمود الناعمة الرف بها ريبوسومات فالالله تتكون لها كل شسمة البروتينات أدقاء المعلومات كلها تعرفونها بالثانوية العامة لكن فقط الفرق انه هي بالانجليزي لايسزومات اللي هي الانزيمات المحللة خلصناهن بعدين عندك الان نن ممبرين الزورنال اللي تكون يعني عوضيات لكن ما بيها ممبرين جايز مثل هي عندك الرايبوسومات شوفو هذا الصغير هذا يسمونها الريبوسوم فالريبوسومات هذا الصغير الريبوسوم ها تتاخذونها ايضا والسايتوسكيلتن اللي هو يسمونها جذع الخلية او خلنا نقول هيكل الخلية شوفو انا جاء اشغلك هذا يسمونها هيكل الخلية عبارة عن من أجزاء صغيرة تجمع حتى تسوي لك هيكل الخلية حتى تقدر الحركات من الخلية تسويها بعد ذلك لديك المخلفات المخلفات الخلوية المخلفات الخلوية نتائج التي تظهر من هذه الحيات كل شيء يظهر من الأشياء الحية غير الحي يسمونه مخلف مثل الصبغات على سبيل المثال نكمل مثل لديك الليبوفيوسين بيغمين سوف تحضرها فقط سأقول لكم على سبيل المثال نيوكليس جيد وهي النواة التي تقومون بها سوف تأخذها أيضا تركيم التركيم والفنكشن الوظائف الفصل الثاني سوف تأخذ تأخذ الوظائف والصفات العامة من الوظائف في الشكل التي أنتم لم تأخذها قبل ثم الخلايا مالتها ثم الثاني سوف نفسها الثاني سوف نفسها ثم الثاني سوف تدرس أو الماترس وهي المادة التي تكون الأرضية مالتها أنواع بعدين تكاملون هذا باقي كل الكلام أنواع شوف كل شيء تأخذون من أنواع و الأنواع أكو بها أنواع سمبل ابثينيما أكو بأنواع هذا نوع من الأنواع بأنواع وتأخذ مواقع مالته كل ما أقلينا بالثانوية العام فماكو داعي أزيد بي البلود كلكم تعرفون رح نأخذ الار بي سيز اللي هي اختصار لكلمة red blood cells جيد red يعني حمراء blood cells دخلايا الدم الحمراء جيد واليوكوسايت اللي اختصارها هو wbc يعني white blood cells يسمونها اسمه الثاني اليوكوسايت ليش لأن كلمة اليوكوم علىها أبيض فإذا أنت حاضر المصطلحات الطبية تعرف هذا الشيء لكن إذا أنت مهلا للمصطلحات الطبية ستكون مثل الأطرش بالزفقة البلاتلت جيد لأن هنا الصفاة الدموية اللي ستجلط مات الدم وتشوفهم بالشغلة مهمة يسمونها LM و EM LM يعنيها light microscope يعني تشوفها باللات ميكروسكوب يريدك توصف لي ما هو صفاتها باللات ميكروسكوب المصطلحات ميكروسكوب يريدك توصف لي الصفات مالتها بالالكترونيك ميكروسكوب وبعدين لديك هنا normal rbc ليس لديك مشكلة تعرف معناها leucocytical bladed count هذا count يعني العدد مالتي نشكت بالضوط كل واحد عدد مالته نشكت و هنا ايضا count العدد مال هذاني خلايا ليهن اليوكوسايت جيد تعرفت خلايا الدم البيض اكو بيهن انواع ف abnormal variations in count and shape يعني مرات اكو شي اسم abnormal كلمة abnormal غير طبيعي جيد variations اختلافات مرات تكون اكو اختلافات غير طبيعية بعض الاختلافات اللي يسمونها abnormal نكمل الترتيب الهيستولوجي او الترتيب النسيجي و اماكن البون مارو البون مارو معناها نخاع العظم البون مارو نخاع بعدين انواع البون مارو شنو هو الانواع مالته جيد بعدين هتأخذون هذان المواضيع ما رد اطول لكم بيهن لان هذان المواضيع كلها تتعلق بخلايا الدم شوف يا اما يشرح لك على ال RBCs اللي هن ال red blood cells خلايا الدم الحمراء مع ال white blood cells البيضاء يريدك تعرف بالتفصيل شنو انواعهم وكل النوع شنو فرق عنا الثاني تهمتو هاهي النظر العام بعدين رح تشترح البلاثلس اللي هي صفاعة دموية ايضا تاخذ نظرة عامة هذا كل انت ماخذة وين الثانوية العامة ثالث ثانوي اما ما اعرف انتو بالنسبة لباقي الدول بس بالنسبة للعراق الثالث الثانوي اللي نسميه سادس العداد ناخذ هذان كلهم بالاحياء جيد فهذا هذا بالنسبة ليع مديول 101 بعدين عندك استولوجيا عندك استولوجيا مديول 103 هذا مديول 103 102 ما بي بس 103 بي وين هالممواضيع اليستولوجيا مديول 103 ما شاء الله ما شاء الله كوموا مواضيع المعنى هنا باختصار عندك هنانه اول شي راح تاخذ 103 هستولوجيا مالة العضلات جيد العضلات والغضاريف والعظام فاول شي المسكولر تيشو اللي هو النسيج العضلي بعدين الكارتلج اللي هو النسيج الغضروفي بعدين البونز اللي هو شنو العظمي واخر شي عندك السكن جيد السكن او الجل فكل واحد راح تاخذ به مجموعة معلومات عن الخلايا اللي تكون به جيد مثل ساشوفوا عندكم هنا general characters of the muscle tissue وشي المعلومات يعني اشياء الطبيعية عنه او المعلومات العامة عنه والانواع مثل المسلز جيد بعدين light microscope black muscles من المعلومات العديد من المشكل من المعلمات العديد من المشكل من المجموعة مثل الدشاة مية لابدين ضد بعض النسيج العربي العضلات الملساء والعضلات قلبية تعرفون ضد بعض النسيج صعبت معلومات العديدة من المجموعة ناعم مخصص والمعلمات العديدة تاخليえ ثم المختلفة بين ثلاثة تأخذ المختلفة ثم تأخذ المختلفة الغضروف الغضاري تأخذ الصفات عامة ثم تأخذ الخلايا التركيب الأماكن الوظائف أيضا التركيب التركيب وهو يكون التركيب ثم تأخذ البونت أيضا المعلومات العامة ثم تأخذ الخلايا العظمية ما هي الصفات لديك الفرق بين البونت 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 لديك الفرق بين ثم البونت 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 إذن سنة أولية عام إخذوا اللمفاتيك سيستم ويومديو المية واحد كما أعرف هناك سينما كاتب لك اللمفاتيك سيستم هنا فأعتقد هذا الأساس لكنه مو دائما ممشون بنفس الخطة الأساسية لذا نبدأ بالمية وأربعة سوف نأخذ هستولجمال ١٠٠٠ هستولجمال ١٠٠٠٠ عندنا أول شيء اللمفاتيك سيستم لكن العام اخذوا اللينفاتيك سيستم ويمديو المية واحد جيد فما اعرف اعتقد اكو تغيير او شي يعني ممكن ان يتمجون او يوم المية واحد لكن انا هنا مثل ما تلاحظون بالقايد مكتوبه مية واربع احنا احنا نشرحها حسا وان ما يطلع خل يطلع فبالنسبة للهيستولوجيك ستركتشورز راح تأخذ او شيء الهيستولوجيك ستركتشور يعني التركيب الناسي دي مالتي اشمالة اللينف نوتس العقد اللينفاوية وكذلك بالنسبة لي غير اللون السبلين الطحال والثيمس ستأخذ التركيب الناسيجي مالتي ما بها اي مشكلة Theories of the Sublinking Circulation Theories مالها نظريات و Sublinking Circulation هذه عبارة عن دورة دموية تكون بها السبلين او الطحال ستأخذون Theories مالتها Theories يعني من يقول لك فموضوع Theories مالها انهم ممتاكدين المية بالمية من هذا الموضوع وانما فقد نظريات مطروحة لكن هي غيثة حقيقية بنسبة مية بالمية جيد فبعدين عندك different types of tonsils يعني انواع اللوز ستأخذون انواع مالتها و ستأخذون الموضوع مهم جدا اللي هو انواع ومناشئ مناشئ الورجن ووظائف ال functions جيد و characters او الصفات المن لل Phagocytic cells ما معنى Phagocytic جبما كانت Phagocytosis وهي معناها عملية البلعمة الخلوية او الأكل الخلوي هي سامنا Phagocytosis جيد فاغوب معناها بلع فا ستأخذون بها منشئ وانواع والصفات والفوائد مع الخلوية مع الخلوية الخلوية ثم ستأخذون البلعمة هنا special references of their staining characteristics يعني staining الصبغة يعني بعض الخلوية اغلب الخلوية حتى نشوفها بالmicroscope فتأخذون صفات الصبغة بعدين cells of the phagocytic system و recall distribution معلتهم يعني ستأخذون الجهاز البلعمي وتأخذون الخلايا مالته والتوزيع distribution معناها التوزيع جيد size of the different phagocytic cells طبعا كل هذا الموضع جاء نحكي عنه ما جاء نحكي عن phagocytic cells مهمة جدا غير موضوع عندك lymphatic organs ستأخذون مواقع مالتهم و structural functions وتأخذون يعني الاعضاء اللينفاوي مثل السبلين يعتبر عضو اللينفاوي والثايمس بعدين تأخذون structure lymph شفته يتكرران هذا نفسه سيكون خطأ بالطباعة Cardiovascular System ليس ستأخذون أشياء بسيطة في Cardiovascular is not what it is يعني هو أكثر شيء ومثل ما قلت لكم انه هذا اللينف يعني دامجين ويمدون 101 فما أعرف انتم نفس الشيء لو راح تأخذون نفس هذا الكلام الموجود بالGuide لكن العام كان يمدون 101 Cardiovascular System وهو الجهاز القلبي الوعائي ستأخذون بأولا general structure of the blood vessels تشاهدون يعني الأوردة والشرايين التركيب العام ما هي بعدين تأخذون الأنواع المختلفة من الأوردة والشرايين يعني تعرفون Aco Medium Aco Large Aco Small ستأخذون التركيب العام هنا هنا مختلفات ثم ستأخذون Structure Multi-Specialized يعني يعني يوجد الميديم ليس لدينا 3 أحجام جيد فال3 أحجام يعني الميديم مختلفة يعني متخصصة جيد مثلا كالcoronary ستأخذون التركيب العام على أحد ثم ستأخذون Histological Structure of the Lymphatic Capillaries يعني الأوعية الدموية اللينفاوية Lymphatic إذا تأخذون التركيب لا تأخذون التركيب العادية الدموية الأوعية الدموية العادية تختلف عن الأوعية الدموية اللينفاوية أكوبين اختلاف هذا يهدمها بهساء اللينفاوي بعدين لديكم أخر شيء Arteriovenous Anostomosis يعني الاندماج بين Veins وهنا الأوردة والArchitis Anostomosis يعني التلاقي أو الاندماج بعدين ستأخذون Respiratory System اللي هو الجهاز ال Respiratory مع التنفس اللي به الرئة وب الشعب الهوائية والقصب الهوائية ستأخذون أيضا اللارنكس الحنجرة التراكية القصب الهوائية تأخذون كل هذا التشعبات الهوائية البلود وكذلك اللونكس والبلورة اللي هي الغشاء اللونكس يعني شكوشي متعلق باللونك ستأخذونه أنا أريد أن أذهب بسرعة شوية نحل تخرج المقطع ستأخذون على المواضيع الخاصة بال Respiratory System ستأخذون بعدين Sytogenetics 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 ستأخذون ستأخذون ما تتأخذون كيف تتكلمون عندما أخذنا هم الانقسامات الخلية الانقسام الاختزالي وغيره فنفس الشي هنا تأخذون الانقسامات جيد مثلا Länges من نوع الميتوس والميوس جيد الانقسام الاختزالي والانقسام غير الاختزالي أو الميتوسي والميوسي هنجل نأخذ هنه في ساعة السلة بعدين راح تأخذون الكروموسومات بس يعني كلام مختصر مو كل اشتفاصيل يعني ما الجينيتيكس وانه كلام مختصر الكريو تايبينج والكلاسيفيكيشنز يعني التصنيف ملت الكروموسومات راح تأخذونه كلاسيفيكيشن والأبريجينز اللي هنا يكون الانحرافات الكروموسومية وانرات يكون اكو خلال بالكروموسوم لا تأخذون الانحرافات فبيجي نكون خلصنا مادة الفيسيولوجي لمنسبة الماليوات اللي عدتكم اياهن اللي هنه 101 و 103 و 104 اما بالنسبة للعملي لمادة الهيستولوجي فراح يكون بالمختبرات عندها تغلطية الاولى هي عبارة عن مايكروسكوبات راح تروحون لمايكروسكوبات وتشوفون الشرائح والثانية هي الداتاشو تطلع صور على الداتاشو وانتازم تميز هذه الصور اما بالنسبة لمادة الثالثة فهي مادة البايو كيميستري او الكيمياء الحياتية وهي طبعا اختصاصي ان شاء الله راح تكونون اياه اثناء شرح هاي المادة وراح تشرحها بالطريقة جديدة سهلة وبسيطة على ملاخصات وتبسيط بالوان واشكال المهم هاي المادة البايو كيميستري العملي والنظري بها نفس الشيء يعني انت صهير راح تروح للمختبرات لكن ايضا راح يشرحوا لك على بوردات بنفس الطريقة دعونا نشوف المحتوى العلمي مالا مادة حلوة وسهلة وبسيطة من اكثر المواد اللي احبها راح نتكلم بها عن جزيئات الجسم لما ننجي نفكك بايو كيميستري البايو معناها الحياة جيد والكيميستري اللي هي الكيمياء يعني شنو تركيب جزيئات الجسم لازم نعرف كل جزيئات الجسم متهمنة احنا كالكاترة فرح نتكلم اول شميقدمة بسيطة نعرف بها التغذية وغيرها بعدين سنتكلم عن الكاربوهايدرت او الكاربوهيدرات شن هو تركيب الكاربوهيدرات لا تروحين بالثانوية العامة نتاكلم عن هذا عدة وستفاصيل اكثر شوي بعدين سنتكلم عن الليبد او الدهون ايضا ما تروحين منها بعدين الاماين وأسد الأحماض الأمينية والبروتينات لان هي تعرفون ان البروتينات تكمن من أحماض أمينية سوف نأخذ أول شيء لحمض الأميني بعد نأخذ البروتينات سوف نتكلم عن الاكسرا سليلر ميتريكس اللي هي المادة اللي تكون خارج الخلية اكسرا خارج وسليلر خلية وميتريكس اللي هي المادة الأرضية اللي تبني لجراند سابستنز فبعدنا نتكلم عن الانزيمات وهذا موضوع جدا مهم موضوع الانزيمات لان لها علاقة بكثير من الوظائف في الجسم كل الجسم عبارة عن وظائف انزيمية تشتغل وتصنع لك شيء معين مثلا تحول مادة الى مادة تهدم مادة تصنع مادة هاي هي كلها وظائف الانزيمات رح نتكلم عنها وراء هاي النقطة رح ندخل بمديول ثاني تقريبا اللي هو مديول الدم جيد فالدم بس هذا يعني بس هذا الموضوع العفو اللي هو chemistry of hemoproteins رح نتكلم عن الhemoproteins شنو هي الكيميستري مالتها قبل شننأخذ مديول واحدة فانت رح تأخذونا موضوع من ضمن مديول فبعدين رح نتكلم عن نيوكليوتايت chemistry والنيوكليك أسيد chemistry اللي هو يتعلق بالنيوكليديات اللي تكون تتكون الDNA رح نتكلم عن عمليات الربلوكيشن والترانسكريبشن والترانسليشن هذه العمليات الربلوكيشن المضاعف والترانسكريبشن والترانسليشن الترجمة هذه المواضيع شنو شنو شنون نكون الDNA أو الحمض النووي جيد شنون نكون فبهذا الاشياء رح نتكلم عنهن بالتفصيل الممر هتكلم عن هذن المواضيع الباقي هنا مواضيع رح تكون مواضيع عملية جيد بعدين رح نروح على المديول اللي بعده اللي هو مديول 103 المية وثلاثة رح نعيد اللي اخذنا يعني بعض المواضيع اللي اخذناهن لكن بدلنا نأخذ التكوين هنا وتركيبهم وأنواعهم مثلا كاربوهيدرات احنا قبل شوية اخذنا التكوين والأنواع والآخر هالمره شنو رح نأخذ الميتابوليزم يعني عملية الأيضمالتين جيد وهكذا بالنسبة للليبت أيضا الأيضمالته البروتين الأيضمالته الأبعين واسد الأيضمالته اضافة إلى ذلك اكو بعض المواضيع مثل بايو انرجيكس نفصل الكلمة بايو معناها مثل ما قلت لكم الكائنات الحية البيولوجي حياة وانرجيكس متجاي من كلمة الطاقة جيد رح نتكلم انه هذا الكائن الحي شلون يقدر يكون الطاقة شنو هي الطرق تكوين الأي تي بي جزيات الطاقة لا دينوسين ترايفوس في هذه الاختصار مع الأي تي بي فنكمل وانا وصلنا وصلنا هنا رح نأخذ الفيتامينات وكل كنت تعرفون الفيتامينات الأي والبي والسي والدي كلنا رح نأخذهم من تفصيل من شنو يتكون انواحهم وشنو يفيدهم بعد نحن نتكلم عن نفس الأشياء الميتابوليزمات الهيمز قبل شوية اخذنا الهيموبروتينز البروتينيات الدموية رح نأخذ الميتابوليزم مالتين نيوكليوتايد ميتابوليزم يعني الأحماض النموية أيضا رح نأخذ مالتين الميتابوليزم رح تكلم عن يعني الوقود من العضلات والجرخة وباقي المواضيع رح تكون مواضيع بالعملي مثل تصديد شراين ميكاردين الفكشن الدبحة الصدرية عندك الجندس لنأخذها بالعملي وبس بيكيميستري سهلة وبس طرح تأخذونها مدولين فقط لهم 102 و 103 يعني 104 ما بيكيميستري فهذا نشرح المواد مادة بيكيميستري المادة الأخيرة مادة الفيسيولوجي العملاقة في مدول 104 رح تكون موجودة عدكم بثلاث مدولات اللي هنا 102 و 103 و 104 مادة سهلة وأغلبها فهم وحتى الحفظ اللي بيها رح يفهم عن طريق الرسومات والتوضيحات المهم خلونا نروح للمحتوى العديد الآن رح نتكلم عن الفيسيولوجي أو علم دراسة وظائف الأعضاء رح نأخذ وظيفة كل عضو وكل جزئ جيد يعني مثلا عندك احنا اخذنا اعضاء بالانوتومية سنأخذ وظيفتهم بالهستولوجي ايضا اخذنا جزئات مثلا عندك الخلايا انواع الخلايا كلهم اخذنا هنا رح نأخذ وظيفتهم هما اخذنا بالهستولوجي اخذنا الوظيفة لكن لا تكون معمك هنا رح نتعمق اكثر بالوظيفة باعتبار انه هو علم دراسة الوظائف فعندك البلود وهي على هال امرا بسرعة أولا سنتحدث عن تركيب البلازمة سنأخذ وظائف البروتينات البلازمية ثم سنأخذ الصفات العامة نفس ما أخذناها من الهيسولوجي سنأخذ وظائف الطحال هيموغلوب هو أحد أنواع البروتينات الموجودة بالدم الذي يقوم بنقص الأكسوجين سنأخذ وظائف المالتة والأنواع ثم سنأخذ هذه العملية هي عملية تكوين الدم سنأخذ القلايا الدم سنأخذ ما هي العوامل التي أثرا عليها ثم سنأخذ الميكانيزمات التي تدخل بعملية امتصاص الفيتامين B12 وكذلك الحديد سنأخذ المواضيع سنأخذ فقر الدم سنأخذ أنواع فصائل الدم سنأخذ 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 المواضيع العامة سنأخذ الأشياء العامة سنأخذ بسرعة سنأخذ سنأخذ لديك بلد 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 يعني Stasis معناها التوقف Stop وهيمو معناها دم فالتوقف النزيف رح ناخذ Abnormalities معناها بعض الاشخاص عدهم Abnormalities يعني عدهم طفرات غير طبيعيين ممكن بعض الناس يطول عدهم النزيف جيد وممكن يكونون لا ما يطول بسرعة يعني ينسد فاكو اختلافات بين البشر وبعدنا ناخذ Tests اللي هن الاختبارات اللي نستخدمهن حتى نعرف هاي العملية نعرف كل شخص شنو نعيته هل هو سريع التجلط لبطيط التجلط رح ناخذ الاختبارات ايضا هكو بعض المواضيع ناخذ هن الاختبارات بالعمل يعني بعدين عدنا Autonomic Nervous System اللي هو جهاز العصبي لا ارادي الجهاز العصبي لا ارادي رح نتكلم به عن الوظائف مالت الجهاز العصبي بشكل عام Nerv Endings نهايات العصاب نتكلم عن كل عصب جهاز نهاية مالتة اكو انواع به هن فا رح نعرفهن الفارق بين الصوماتيك والاوتونوميك رفلكس السوماتيك اللي هي تكون بها عضلات والاوتونوميك رفلكس اللي هن يكونن لا اراديات جيد رح ناخذ Cervical Part of the Sympathetic Chain يعني عندنا انتك Sympathetic Chain رح تاخذ بها Cervical Cervical معناها الرقبي منطقة الرقبي يسمونها Cervical جيد أو العنق Sympathetic Chain هي عبارة عن سلسلة مع العصاب رح ناخذ جزء من عدها نشرحها بالتفصيل اللي هو جزء Cervical Part جيد بعدين رح نتكلم عن Sympathetic Nervous System بشكل عام اللي هو جهاز السيمبثاوي جيد وهذا الجهاز اللي اسمه يعني اسمه فايت 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 الجهاز اللي يكون متحفز لما انت تكون في خطر فيا اما فرايت يعني تخاف تكون مثلا طلع دوب قدامك أو طلع أسد فانت رح تخاف رح تحفز عندك هذا الجهاز الجهاز الخطر السيمبثاوي فيا اما فلايت يا اما فايت انت ببداية خفز يا اما فايت يا اما فلايت الفايت انك رح تقاتل الأسد إذا كنت عندك الأسلهة أو شيء يا اما فلايت يعني طير جيد والله هذا التسمية العلمية هم ما هيش قاله يعني تخاف لو تقاتل جيد لو تطير جيد وأنت بعد بكيف Ms. Flight فهذا هو الجهاز الجهاز سنتكلم عنه ايوجد جهاز أكثر ياسمه باراسمبثاتيك اللي وهذا جهاز الراحة اذا لم اعلم ما كان دكتور يسمىه جهاز الأنتخة يمكن بالدكتور الشريك αι indemي اسمد العلمية معنى كلمة باراسمبثاتيك معنى جار الباراسمبثاوي واعلم كلمة مرتاح. الهضم مال للأكل. يشتغل اثناء الهضم مال للأكل. اثناء هاي الأشياء اللي يكون بها راحة. يعني. بعدين راح تتكلم عن chemical transmitters. يعني شنو هنه المواد اللي تنقل الاشارة العصبية. مثل عندك الاساديل كولين. يعتبر احد الكيميكال transmitters. عندك الادرنال والنورادرنال. راح تتكلم عنهن. و هنه المستقبلات. وهنه هنه اشياء اللي راح تتكلم عنهن بشكل عام. ننتقل للمديول اللي وراء. Physiology. هذا مديول. مية وثلاثة. مية وثلاثة. مية وثلاثة. هش راح تتخذون بي. و هنا. هذا. راح تتكلمون عن النرف والمسل. جيد. يعني هذا المديول هو مية وثلاثة اكثر شيء عن العضلات. فتتكلمون عن النرف يعني الاعصاب. هذا موضوع جدا مهم. تتكلمون عن المسلز العضلات. Neuromuscular Transmission يعني عملية نقل الاعصاب بالخلية العضلية. هتتكلمون عنها. أنواع الانقباض بالنسبة للعضلات الهيكلية. Skeletal Muscles. راح تتخذون مفهومات. يعني ما اقدر اشرح لكم ايها. لانه. يعني حتى. يعني شرح مطول. بس الترجمهم ما انا ما اتعرفون شين ما انا افترلود. وبريلود اذا ما اشرحهم. بس راح تشوف الكلمات اللي ممكن تفتهمونها. مثل عندك المسل فتيج يعني. يعني الاعياء العضلية راح تتعلمونه. المسل كونتركشن. الدشنج العضلي او الانقباض العضلي. عندك. من بعد. شنو. شدة. هنا يتكلمين لك. تأثير. الاستيميولاس انتنسيتي. يعني تكرار الاستيميولاس. وقوة الاستيميولاس. على السكيلة المسل كونتركشن. يعني مثلا انت عندك عضلة. جيد. هذه العضلة يؤثر عليها مؤثر خارجي. هذا المؤثر. شنو هي. التأثير مالته. لما نزايد الشدة تمالتها. يعني زايد القوة مالتها المؤثر. ولما نزايد تكرار هذا المؤثر. يعني ظل يتكرره اكثر من المرة. فهل يسمونها. تكرار. اللي هي شدة او القوة. فقلت لكم هذا المواضيع. ما اقلر بس اترجمه. لازم اشرح شرح كامل. كونترول الفيسيولوجي. كونترول الفيسيولوجي. يعني كيف نتحكم بانقباض العضلات. الملساء. اللي هي تكون لا ارادية. ونكمل بذني المواضيع. اللي هي الفيسيولوجي. هنا نجد الفيسيولوجي. مع المديون مية واربعة. اللي يعتبر أضخم واحد. فهذا مقسم لعدة اقسام. القسم الاول انه قسم الكارديو. اللي هو القلب. والقسم الثاني. ما ذهب كارديو. طبعا هذا مو كارديو خطأ بالطباع. يسمونه. جيد. هذا خطأ. واخر شيء. اللي هو التنفس. اولا القلب. او اعدمه. بعد التنفس. القلب. الخلايا العضلية القلبية. رستنج ميمبراين. والباسميكر. هل ستأخذون مواضيع بهم. الشرح. التلقائية للقلب. وانتظام القلب. هل ستكون هنا ايضا اشياء بهم. الشرح. ما اقدر اقل لكم في هذا المقطع. فقط تعريف. تأخذون وظائف القلب بشكل عام. والخلايا المتل القلب. والتحفيز مالتها. من ناحية. ومن ناحية. الانقباض والاسترخاء. تأخذون مصطلحات. يعني كلها مصطلحات علمية. لا يوجد شرح. الدورة القلبية. لضخ الدم بالقلب. من بدايتها لنهايتها. من دخول الدم الى خروج القلب. الدم من الجسم. ووصوله الى باقي انحاء الجسم. ومن ثم يرجع. يرجع بالأوردة. للقلب. وهكذا وتنعادل العملية. سوف تأخذونها كلها. كما يسمونها. فقط الأشياء الأساسية. سوف تتكلمون عن. بعد أن تأخذون الفسكولور. يعني ضمن الشرياء النفسه. جيد. أو ضمن الوريد. سوف ترى ما هي العمليات التي تحدث. التنفس. سوف تتكلمون هنا عن. القواعد التي تخص الرأة. وليس القلب. سوف تتكلم عن شرايين. سوف تتكلم عن. يعني الرأة. سوف تأخذون. بالنسبة لل. اللي هو الضغط. الأوعية الرأوية. ضغط الرأة. سوف تتكلمون عنه. وتعرفون هذا التفاصيل المرتب. يعني شون تقدر تحكم به. وتنظيم عمليات التنفس. كل هذه الأشياء الهايبوكسية. يعني نقص الأكسوجين. فشلون راح تعمله به الجسم. سوف تأخذونها بال. جيد. هذا بالنسبة للمسبة الفيسيولوجي. بالنسبة للعمل الخاص بمادة الفيسيولوجي. سيكون قسمية. القسم الأول راح يكون أشياء تشبه مادة النظرية. وتدرسونها أيضا بالمكتبرات. والقسم الثاني راح يكون مختلف عبارة عن تجارب. وراح يكون لها كتاب خاص به. آخر شيء يعطكم مديول مية وثمانية. هو يعتبر من المديولات الثانوية. لكن بمواد علمية. من هذه المواد العلمية. مادة الفارنكولوجي. ومادة الباثولوجي. علم الأمراض وعلم الأدوية. وبهيج نكون فهمنا المواد بالكامل. من مديول مية واحد. وحتى مديول مية وثمانية. ما راح ناخذها. وشكلون راح تكون. هذا كان مقطعنا اليوم. أتمنى تكونوا استفدتم من عنده. إذا استفدتم من المقطع. واجهوا باقي أصدقائكم حتى يستفدونهم أيضا. الآن أتكلم عن الحسابات مالتي الشخصية. وحسابات القنوات. المهمة اللي لازم تعرفها. أولا قناة تليجرام. لازم تعرفها. هل ستنزل عليها كل الأشياء اللي تحتاجونها من الألف إلى اليار. ثانيا القروب. اللي يكون مربوط بالقناة. وكل الأخبار تنزل عليها. وأيضا تستفسر من الآد منزل الموجودين. أو من الطلاع نفسهم. آخر شيء يعودكم حساباتي على التواصل الاجتماعي. أولا حساب الانستغرام. وحساب هذا الانستغرام اللي هو الحساب العام. فلا تقدر ترسل لي أي سؤال. وإن شاء الله سأجاوبكم. وحساب التليجرام نفس الشيء. ارسل لي أي سؤال. وإن شاء الله سأكون بخدمتكم جميعا. في سنة أولى طب بشري. شكرا لكم دكتور محمد ضياء. شكرا لكم على حسن المتابعة. ومع السلام.